السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ جمعي طهر ليشانا نشاهد الآن عملية الخصوف الجزئي للقمر بعد خصوف القمر الكلي أو كما يسمى القمر الدامي أو القمر الأحمر للأسف لم نتمكن من تصويره بسبب غشاوة السحب التي غطت القمر الآن يبدأ القمر يخرج من ظل الأرض بدأ ظل الأرض يحصر عن القمر ما يحدث الآن في هذه الدقائق في الحقيقة هو يحدث خلال شهر كامل أو خلال شهر قمري كامل أو بالضبط خلال 28 يوما لاحظوا لاحظوا الآن مرور جسم ما يبدو أنها طائرة أو ما يشبه ذلك سنعيد المشهد بالعرض البطيء يبدو أنها طائرة وفي نفس الوقت القمر يتحرك والأرض أيضا كما تعلمون تتحرك وتدور الأرض تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق بسرعة ألف وستمائة كيلوماتر في الساعة إذن لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم أنظروا وضع القمر يتغير وأنا لم أحرك الكاميرا الأرض تدور والقمر يتحرك الآن القمر ترونه ونحن في الكرة الأرضية والشمس وراء الأرض انظروا الآن بدأ وضع القمر يتحرك نحو اليمين أنا لم أحرك الكاميرا الآن الأرض والشمس والقمر في خط واحد ولكن بدأت الأرض تخرج من ذلك الخط لكي تترك الشعة الشمس تصل إلى سطح القمر فينعكس ذوء الشمس على سطح القمر لاحظوا لأن القمر بدأ يتوجه نحو يمين الشاشة أنا لم أحرك الكاميرا ذلك بسبب دوران الكرة الأرضية وأيضا دوران القمر إذن السرعة ننظروا السرعة نوعا ما سريعة لأنك لاهما يتحرك سبحان الله أحرك أن بدأ القمر يختفي من على الشاشة أنظروا إلى القمر كيف يتحرك من مكانه أنظروا كيف يتحرك من يسار الشاشة إلى يمين الشاشة أنا لا أحرك الكاميرا الآن انظروا إنه يتحرك لوحده بسبب الحركة الدورانية للكرة الأرضية أو دوران الأرض حول محورها أو حول نفسها وأيضا حركة القمر تابعوا الآن الضوء الضوء المنعكس من الشمس على سطح القمر يزداد اتساعا و ظل الأرض المنعكس على سطح القمر ينحصر الآن سأحرك الكاميرا ها هو القمر وقد ازداد نعكس ذوء الشمس عليه وعلى سطحه وكما تلاحظون بدأ ظل الأرض على سطح القمر ينحصر أو يقل يكاد القمر يخرج من ذل الأرض لا تزال إلا دقائق قليلة ويعود البدر بدرا مكتملا لا ذل للأرض فيه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ثقنا عذاب النار الآن 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 يعود البدر إلى حالته الطبيعية إلا القليل من ذل الأرض الآن وفي حدود الساعة الهدي عشر وتسعة عشر دقيقة انتهى انتهت عملية الخسوف وعاد البدر بدرا مكتملا وخرج ظل الأرض تماما من على سطح القمر وعادا عكاس ظوء الشمس على سطح القمر والحمد لله رب العالمين ها هو البدر أمامنا سبحان الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذب النار